موسيقى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نرحب بكم مشاهدين في هذا المساء وإليكم نشرة الأخبار الثقافية من شاشة البوادي وإلى أهم العنوين قصيدة لن أسلاكم للشعر عبدالعزيز سعود البطين تفوز بجائزة أفضل قصيدة مغنى في مصابقة الأمير عبدالله الفيصل للشعر العربي عصر الكتب تفوز بجائزة عبدالعزيز المنصور للنشر العربي انطلاق فعليات مهرجان الشيخ زايد بأبو ظبي ألف وثلاثمائة شاعر وشعرة يتقدمون للمشاركة في النسخة العاشرة من أمير الشعراء ستون مبدعا بمهرجان الشعر العربي السابع في مدينة الأقصر انطلاقة قوية لفعليات كتارا المصاحبة للمونديال أبو ظبي للثقافة والفنون تنظم أمة مبدعة أنت وأنا كل الفصول مستحيلة في غيابك ديوان جديد لسعاد الصباح بمعرض الكتاب دوحة الفن يقدم الثقافة القطرية للجماهير المونديالية أدب الغموض في محاضرة بمعرض الكتاب نشرة التاسعة مساء بتوقيت الكويت نشرة الأخبار الثقافية أهلا بكم أعلن صاحب أسمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين شريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس أمناء أكاديمية الشعر العربي أسماء الفائزين بجائزة الأمير عبد الله الفيصل للشعر العربي في موسمها الرابع بحضور أعضاء مجلس الأمناء رفع سموه في كلمة بهذه المناسبة الشكر والتقدير لخادم الحرمين شريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السعود ولسموه ولي عهده الأمين على الرعاية الكريمة التي تحظى بها الجائزة معاربا عن شكره لسمو وزير الثقافة في المملكة العربية السعودية على دعم الجائزة ومختلف الفعالية الثقافية بالمملكة وقد فازت قصيدة لن أسلاكم للشعر عبد العزيز سعود البطين بجائزة أفضل قصيدة مغنى أداء الفنانة ولاء الجندي والفائز بجائزة التجربة الشعرية الشعر محمد بن عبد الله العلي من المملكة العربية السعودية الفائز بجائزة الدوان الشعر محمد الأمين جوب من جمهورية السنغال عن دوانه كأونية لن تكتمل الفائز أيضا بجائزة الشعر المسرحية الشعر محمد إسماعيل عبد الله سويلا من جمهورية مصر العربية عن مصرحيته أعما يلعب الشترنج وذهبت جائزة أفضل مشروع في خدمة الشعر العربي لبيت الشعر بالشارقة من دولة الإمارات العربية المتحدة فازت دار عصير الكتب للنشر بجائزة الدكتور عبدالعزيز المنصور للنشر العربي في نسختها الرابعة التي خصصت جائزتها هذا العام لروية الخيال العلمي وقيمة الجائزة عشرون ألف دولار وقال ممثل وزير الأعلام وثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن لمطير رعي الجائزة الأمين العام المساعد في المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب سلطان الدحان في كلمة له إن الجائزة تثري الوعي الثقافي والاهتمام بصناعة النشر العربي لما له من عظيم الأثر على المجتمعات وبنائها الثقافي مؤكدا أن جائزة عبدالعزيز المنصور نجحت بفضل جهود القائمين عليها نقلا الشكر الجزيل إلى القائمين على الجائزة وضيوفها الكرام وكان اتحاد الناشرين العربي اعتمد في يوليو 2019 رعاية جائزة الدكتور عبدالعزيز المنصور لدعم الناشر العربي كأول جائزة مخصصة للناشر العربي هدفها نهوض بصناعة النشر العربية وتشجيع الناشر على الالتزام بقوانين الملكية الفكرية وبجودة المطبوعات تحت رعاية صاحبي السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان رئيس دولة الإمارات انطلقت فعليات مهرجان الشيخ زايد بمنطقة الوثبة في أبوظبي وتستمر حتى الثامن عشر من مارس المقبل ويشهد المهرجان في دورته لهذا العام مشاركة أكثر من عشرين ألف عارض من حول العالم يمثلون سبعا وعشرين دولة وحددت اللجنة والمنظمة للمهرجان جدولا حافلا بالفعالية والأنشطة تتضمن وأكثر من مائة وعشرين فعالية يومية لكل أفراد العائلة وأربعة ألاف فعالية ثقافية عالمية على مدى أيام المهرجان منها سبعمائة وتسعة وخمسون عرضا وفعالية جماهيرية كبرى بدأ العدو التنازلي لانطلاق النسخة العاشرة من برنامج أمير الشعراء الذي تنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي وقال الدكتور علي بن تميم عضو لجنة التحكيم إن لجنة تحكيم البرنامج قابلت الشعراء بعد أن راجعت ألافا من القصائد التي وصلت البرنامج وتم على مدار يومين متتاليين مقابلة أكثر من مائة شعر يمثلون نخبة من شعراء الشعر الفصيح الذين تقدموا للبرنامج والبالغي عددهم 1300 شعر تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة شهدت مدينة الأقصر بجمهورية مصر العربية انطلاق فعالية الدورة السابعة من مهرجان الشعر العربي الذي تنظمه دائرة الثقافة في الشارقة بالتعاون مع وزارة الثقافة المصرية بمشاركة أكثر من 60 مبدعا من شعراء وفنانين على مدى أربعة أيام أقيم حفل الافتتاح في قصر ثقافة الأقصر بحضور عبد الله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة في الشارقة ومحمد إبراهيم القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية في الدائرة والأستاذ الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة في جمهورية مصر العربية إضافة إلى شعراء ومثقفين وأكاديمين وطلاب والمئات من المهتمين في الشعر وسط أجواء احتفالية مميزة تمزج بين الثقافة والفنون والترفي انطلقت بالحي الثقافي فعليات كاتارا المصاحبة لكأس العالم في فا قتر 2022 والتي تستمر حتى الثامن عشر من ديسمبر القادم وتتضمن 51 فعالية رئيسية يتفرع عنها أكثر من 300 فعالية فرعية يشارك فيها 22 دولة بالتعاون مع عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية والخصة حيث تتوزع فعالية كاتارا على خمسة فروع رئيسية هي المهرجانات، الحفلات، المعارض، العروض الحية، الفعالية المتنوعة وشهد اليوم الأول لفعاليات كاتارا المصاحبة لكأس العالم 2022 إقبالا كبيرا من قبل الجمهور والزوار والضيوف من مختلف دول العالم والدول المشاركة في الحدث الرياضي العالمي حيث أطفت العروض الثقافية والفنية التي قدمت في مختلف مرافق كاتارا العديد من ثقافات الدول المشاركة تحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك النهيان وزير التسامح والتعايش بدولة الإمارات وتماشيا مع رسالتها الرامية إلى تشجيع الحوار والتفاهم بين الثقافات قدمت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون بالتعاون مع مجلس العمل اللبناني في أبوظبي فعالية اجتماعية وثقافية واقتصادية بعنوان أمة مبدعة 961 وأقيمت فعالية أمة مبدعة 961 على مدار أربعة أيام وتضمنت حفلا للأوركاسترا السيمفونية اللبنانية على مصرح قصر الإمارات بقيادة المايسترو هاروت فضليان وبمشاركة 80 موسيقيا وعازفا مع مشاركة مميزة من الفنان الأمريكي اللبناني ميسا قرع ونظم على هامش الفعالية معرض الإبداع والابتكار اللبناني وتضمن معارض عدة تشمل معرض مشوار للفنان والرسام فؤاد طنب بالتعاون مع مؤسسة فؤاد وميطنب لفنون ومعرض الفنان الكاركاتوري بيار صادق تصوير التاريخ للفنان الراحل بيار صادق كما تضمنت الفعالية معرضا للفنون والأزياء والتصميم شارك فيه 50 فنانا ومصمما في مجال الأزياء والمجوارات والديكور المنزلي بالإضافة إلى عرض حي لأهم الحرفيين اللبنانيين واجتملت الفعالية على تقديم سلسلة عروض سينمائية لمجموعة من الأفلام القصيرة تطل الأديبة والشعرات والدكتور سعاد الصباح على قارئها بمجموعة شعرية جديدة حملت عنوان أنت وأنا والليل تتضمن أكثر من 200 قصيدة متنوعة ما بين أطولي والتالكس الشعري الذي كان سمة من سمات إبداعيها الأدبي منذ البدايات البكر وجاء ديوان في 230 صفحة متنوع المناخات والمشاعر والأحاسيس وفق التأسيس الشعري الذي اختطته الشعرة لنفسها بتعبيرها الرشيق وعبيرها الذي تحمله عبارات واضحة وعميقة الدلالات تفتتح أشعر ديوانها بلوحة معبرة شكلة ريشتها التي بدأت وكأنها تكمل عبر اللون ما لم تقوله بحبر القصيدة تقول في مقدمة الدوان إلى شارك العمر وصديقي الزمن الجميل الشيخ عبدالله المبارك لم يعد عندي مكان بعدما استعمرت كل الأمكنة لم يعد عندي زمان بعدما صادرت كل الأزمنة ينطلق الديوان بقصيدة الإجازة المستحيلة وهي قصيدة تفعيلة غارقة في الرومانسية تهرب فيها الشعيرة من الحب في إجازة طويلة تتجهبها إلى أوروبا لتفاجئ بأن الحبيبة قد سبقها إلى هناك وانتثرت تفاصيله في كل زاوية تذهب إليه لتعيش بعدها في مؤجهة شعورية مع كل تلك التفاصيل أطلق مركز سقواقف للفنوني المعرض الفني الجديد الذي يحتفي بالمونديال بعنوان دوحة الفن وتضمن أمل أعبام وانديالية ومفردات تراثية وثقافية ونجوم السحرة المستديرة في قالب فني جميل وقالت سيدة روض المنصوري مدير مركز سقواقف للفنون إن اختيار دوحة الفني اسما للمعرض هو بمثابة ترحيب بزوار قطر في فترة احتضان بلدنا نهائية كأس العالم في فا قطر 2022 وذلك لتعريفهم بفننا وثقافتنا وفنانين والاطلاع على أعمالهم عن قرب وأشارت إلى أن المواضيع التي تناولها الفنانون تعددت مبينة تركيز على التراث القطري من حيث الأزياء القديمة والألعاب الشعبية والمباني العطيقة والحرف اليدوية فضلا عن الدوحة الحديثة والملاعب المونديالية الجديدة المدمجة بالزياء القطرية التراثي وستتضمن الفعلية إنجاز جداريات فنية خارج مقر المركز بالإضافة إلى ورش مواجهة للأطفال من قبيل الرسم على الوجوه وأعلام الدول حيث أن المركز سيكون خلال هذه الفترة خلية نحل لا تهدأ أبدا ضمن فعليات النشاط الثقافي المصاحب لليوم الأول لمعرض الكويت للكتاب الخامس والأربعين المقهى الثقافي أقيمت محاضرة بعنوان أدب الغموض في الخليج تجارب ومراحل وذلك بحضور عدد كبير من الأدباء والمثقفين ورواد المعرض أدارت الحوار مريم الموسوي وتحدث في المحاضرة الكاتب ورواي أسامة لمسلم من المملكة العربية السعودية والكاتب ورواي عبد الوهاب الرفاعي والقاس ماجد لقتامي من الكويت في البداية قال الكاتب ورواي أسامة لمسلم دفع عني للكتابة في مجال أدب الفانتازيا حب الشخصية لهذا النوع من الأدب الذي رحل عن أدبنا العربي وأصبح منتشرا الآن في الغرب والشرق في روسيا وخاصة الصين كما يعد نوعا من أنواع الأدب الذي يحظى حاليا بانتشار واسع وتخصص له جوائز عالمية ويتصدر المبيعات وأضاف للأسف ينظر لهذا الأدب في وطننا العربي الآن على أنه أدب من الدرجة الثانية على الرغم من أنه كان يحظى باهتمام كبير من الأدباء العرب قديما وبرز الكثير من الكتب في هذا المجال على سبيل المثال كليلة ودمنا وألف ليلة وليلة ختام نشرتنا الثقافية لهذا اليوم دمتم مشاهدين في أمان الله وحفظه هذا البرنامج برعاية مؤسسة عبدالعزيز سعود البطين الثقافية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة